أهلا بكم أكد قداسة البابا فرانسيس للمؤمنين من أبناء الشرق الناطقين باللغة العربية المتابعين لمقابلته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الصلاة هي حوار الإنسان مع الله وفيها نحمده ونشكره على حبه لنا وفيها نوكل إليه همنا ومشاكلنا وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في سر الخلق في إطار تعاليمي في موضوع الصلاة قال قداسته إن المصلي يتأمل في سر الخلق من حوله ويتساءل أي تدبير حب أوجد هذا الكون العجيب وما هو الإنسان؟ هو كائن يولد ثم يموت وهو مخلوق ضعيف للغاية ومع ذلك ففي الكون كله الإنسان هو الخلقة الوحيدة الذي يدرك سر الخلق وجماله وبالرغم من صغر الإنسان عند مقارنته بحجم الكون يؤكد سفر المزمير على أن الله خلقنا أقل بقليل منه تعالى وكللنا بالمجد والكرامة عظمتنا هي علاقتنا مع الله لأننا بحسب طبيعتنا نحن تقريبا لا شيء لكن من حيث دعوتنا فنحن عظماء لأننا مدعوون إلى أن نكون أبناء الملك العظيم وأنهى قداست الباب تعليمه قائلا الصلاة هي القوة الأولى التي تسند الرجاء والإنسان المصلي ومن يدرك أن هذه الحياة على الرغم من جميع ويلاتها وتجاربها وأيامها الصعبة إنما هي مليئة بالنعم ويكفي التأمل في جمالها وفي سر الخلق لنرفع قلوبا إلى الله ولنشكوره ونسبحه والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية بإمكات التعليم أجب شعورنا بإمكات التعليم من إتخالي من المثال بإمكانها بإمع時 التعليم من أحضر إننا حولنا لأحضر إتخالي لذلك كل شيء لذلك حولنا لذلك وإننا انظر نحن نقل بأسطني المتابعين باللغة العربية متابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصلاة هي حوار الإنسان مع الله فيها نحمده ونشكوره على حبه لنا وفيها نوكل إليه همومنا ومشاكلنا نقرأ في سفر يشوع بن صراخ انظر إلى الأجيال القديمة وتأمل هل توكل أحد على الرب فخزي ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر